هل تتمنون حدوث انقلاب عسكري في لبنان؟ ياريت ياريت بيصير فيه انقلاب عسكري بس اللهم انقلاب عسكري مؤقت لحتى ينظم وعيد تنظيم الحياة السياسية في لبنان لا وجود انقلاب عسكري مؤقت لاحظة لاحظة لا المؤقت يعني أن يعيد السلطة بعدين على الأقل يعني انقلاب شي خمس سنوات وبالنسبة لقلي أنا تجربة جديدة بقى لبيتها بكل سرور أعيد انتخاب بشار الأسد بنسبة ما بعرف كداش 94% زحف الشعب السوري يا عمي الناس أنا شفتهم بلبنان يعني زحفوا على السفارة السورية لحتى يجربوا البيع وينتخبوا بأحداث سورية طلع كتير حكيمة طلع اتهامات بالكيماوي واتهامات بغيره ما بعرف إلى أي درجة كانت صحيحة معظمها ما كان صحيحة بس أنا لا أعتبره شيء لأنه الرجل في وضع حرب الجيش العربي السوري في وضع حرب كان حرب كونية على سوريا دافع عن نفسه دافع عن مؤسساته طب إيجا هذا الرجل طبعا مدعوم من الجيش عم بيعمل إنجازات فضيع هائلة كان باعتقل كانت ثورة كمان ثورة 25 يونيو كانت ثورة 25 يونيو كانت ثورة 30 يونيو كانت ثورة ليست يعني عم بتدخليني بقصاص أنا أثق بحكمته بس أنا مش معناته أنا ما عطب به بس هو أهل مكة أدرى بشعابها هو يعرف مصلحة بلده سواء الشيخ أحمد بن زايد أو سواء أي مسؤول عربي آخر هو بيعرف مصلحة بلده ممكن يكون من خلال هذا الموقف الموقف يعتبر نفسه أنه يخدم القضية الفلسطينية أنا شخصيا ضد التطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية لذلك اسمح لي بأن أسحب الثقة بعادة من منحي الثقة أسحب الثقة أنا بأسحب الثقة لكني أنا أفضل الإمتنع إمتنعين تصويت أنا كشخص كنت بتمنى لو لم تتدخل في السياسة تبقى في مجال الإعلام بعيداً على السياسة الحقيقة أنا بأسحب الثقة صاحب المواقف تخلي أي إنسان يخجل يدي له الثقة مواقف غير مشرفة والتاريخ ما بينساش أولاً بدي أشكركم جميعاً بما أنه معظمكم سحبتوا الثقة مني اسمحوا لي أنا أسحب ثقتي من هذا البرلمان منكم جميعاً